تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم يدعونها أن تتولى أعمال الرجال ينكرون تحريم الاختلاط اتلاق الرجال والنساء ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها أن تحمل ما لا تطيق أن تعرض للفتنة أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية تدخلوا حتى في الأنكحة فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت سنين هذا جواج كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمدار على مصلحة المرأة إذا كان الزوج كفأاً صالحاً لها فلا تحرمها منه هذا هو حقها فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد لأن الزواج عوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج وهم يريدون أن تنطلق يقولون يجب تحديد سن زواج المرأة ثمان عشرة سنة ثمان عشرة سنة ثمان عشرة سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست عنست هم يريدون هذا من الذي حدد ثمان عشرة سنة الرسول تزوج عائشة وهي بنت عقد عليها وبنت تسع سنين دخل بها وهي بنت عقد عليها وبنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر